تفسير الأحلام المعبرين جهاد لا يعرفون شيء من الدين ومع ذلك يعبرون ومع التمرين يكون مكتسب وليس هناك قواعد يمشي عليها الأساس لأنهم قد يخطئ حضعاً كثيراً في التطوير إذا قد تكون صورة رؤية واحدة وتختلف اختلافاً عظيماً بحسب الرأي وبحسب الحال يعني تختلف ولكن الذي أنصح به إخواننا أن لا يهتموا بهذا عمر كثيراً لأنهم إذا اهتموا بهذا كثيراً لعب بهم الشيطان في ننامه وصلت كل ليلة يريه رؤية تفزعه ثم يطلل من يؤولها أو من يعبرها والإعراض عن هذا أحسن في كثيراً وإذا رأى ما يكره فلا يحاول أن تعبر له بل يفعل كما أمر النبي صلى الله عليه وعليه وسلم يتفل عن نساره ثلاثة مرات ويقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت ولا يخبر أحداً بهذا وحينئذ لا تضرؤه شيء قال الصحابة رضي الله عنهم كنا نرى الرؤية في المنام ونمرض منها فلما حدثنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث استرحنا إذا رأيت ما تكره تفعل هذا ولا تحرص على ملاحقة الرؤى نعم